لا يوجد أي تغيير في السياسة التركية الخارجية الداعمة للمعارضة ولموقف الشعب السوري سواء في داخل سوريا أو حتى في داخل تركيا وهذا سياسة دولة شو قصة تصحيح أوضاع السوريين في تركيا؟ يا سيدي هذه نقطة مهمة جدا مراعاة لأنه طبعا نحن علمنا بالقوالي انتصدرت وأنه يجب على السوريين أن يقوم بتصحيح أوضاعهم والذي لديه هويات من مدن أخرى وتتكلفون عن أهالي إسطنبول أو السوريين المقيمين في إسطنبول فالمسموح أو المسجل رسميا 500 أو تقريبا 50 ألف نسمة ولكن فعليا ربما فاق الرقم هذا مليون وبالتالي والإسطنبول يعني في نصف مليون مخالف تقريبا نعم وزارة الداخلية التركية بعدة اجتماعات مع النشطاء السوريين قاموا بإعطاء إرشادات وتوضيح القوانين التي سنت بأنه حتى عشرين من أوغسط الشهر الفائت الآن تم تمديد هذه الفترة إلى الآخر من شهر العاشر أكتوبر هذه الفترة فترة ما يسمى تصحيح أو ضاحم على الجميع أن يعود إلى مسقط الهوية التي استحصل عليها من المدن الأخرى إذا كانت هويته من بورصة أو من يلوى أو من أي مدينة أخرى ترجمة نانسي قنقر